اهلا بكم الى فقرتنا الطبية الصدفية هو مرض جلدي شائع ينتج عنه تراكم الخلايا على سطح الجلد ومشكلة قشور سميكة وطبقات جافة وحمراء تثير الحكة وتسبب الألم أحيانا ويستمر المرض لفترة طويلة تتحسن خلال أعراض الصدفية وتخف أحيانا بينما تشتد في فترات أخرى فما هي أحدث الطرق لعلاج هذا المرض للمزيد ينضم إلينا هنا في الستوديو الدكتور أنور الحمادي استشاري أمراض جلدية دكتور صباح خير صباح كم نور يا أهلا مرحبا دكتور هل أسباب الصدفية نفسية جسدية نقص في أفراز مواد معينة من الكبد من أماكن أخرى ما الذي يحدث؟ الصدفية طبعا في البداية دائما كنا في السابق نقول مرض جلدي في الأولى الأخيرة أثبتت الدراسات أن المرض مرض عضوي لماذا عضوي؟ صح أنه عراضة تبين على الجلد لكن هناك عراضة كثيرة أخرى مصاحبة للجلد يعني مصاب الصدفية قد يكون معرض مثلا لصدفية المفاصل بنسبة 30% قد يكون معرض لارتفاع الضغط لارتفاع السكر أمراض في القلب أمراض كثيرة كل شهر يتطلع دراسة تأكد ارتباط مثلا مرض الصدفية بأمراض أو أعضاء أخرى في الجسد فلذلك هو فقط أعراض ربما تبان على الجلد لكن هو يعني مثلا دائما نقول خلف الجلد توجد أمور كثيرة السبب الرئيسي طبعا سبب مناعي خلل مناعي وأمراض مناعية كثيرة طبعا موجودة عندنا احنا في الصحة وللأسف لما نتكلم عن خلل مناعي معنات لا يوجد سبب محدد هناك خلل سواء كان عادة يكون نشاط في المناعة فتتكاثر الخلايا الناس الطبيعيين عندهم الخلايا تتكاثر خلنا نقول أو تتجدد كل تقريبا ثلاثة سابيع إلى أربع سابيع عند المصابين الصدفية كل 36 ساعة كل يوم ونص تتجدد الخلايا لذلك تظهر العراض بشكل بقع حمراء عليها قشور بيضاء لكن طبعا توجد بعض العوامل اللي تزيد من شدة الصدفية مثل ما ذكرت يعني العامل النفسي لدور احنا قلنا الوراثة طبعا أكيد ما في شكلها دور كبير لذلك إذا كانت كل الوالدين مصابين بالصدفية احتمالية الإصابة بالصدفية تكون أكبر لذلك العامل الوراثي الطقس كذلك العبدور دائما لاقي شدة الصدفية تكون أكثر في موسم الشتاء يمكن الحمد لله احنا جونا يعني معتدل لكن اللي عايشين في أماكن باردة جدا الصدفية تهيج بشكل كبير وذكرنا طبعا العامل النفسي لارتباط كبير في النوعيات خاصة من الصدفية أي التهاب لما يكون أو بؤرة التهاب تكون موجودة في الجسم نشط الصدفية وهي بالأخص عند صدفية الأطفال لذلك إذا كان شخص مثلا مصاب بالتهاب اللوزتين انعالج التهاب اللوزتين بالتالي الصدفية قد تتحسن توجد بعض الأدوية اللي قد تثير الصدفية توجد يعني بعض العوامل المحددة اللي قد تثير الصدفية لكن السبب الرئيسي لا يوجد سبب رئيسي طيب الدكتور قد يخلط البعض بين مثلا مشاكل جلدية أخرى مثل الأكزيمة لأنه نفس الشيء احمرار حكة وبين الصدفية متى نعرف أن المصاب هذا مصاب بالصدفية هل يمكن تشخيصها بشكل سريع؟ نعم الحمد لله تشخيص صدفية سهل جدا عادة نقول تشخيص سريري دائما تظهر الصدفية ببقع حمراء محددة الأطراف عليها قشور بيضاء فضية غالبا في الأكواع والركب وقد تكون طبعا أكيد قشور في فروة الراس أو الأظافر فأغلب الحالات سهلة في التشخيص نعم توجد حالات بسيطة نحتاج فيها أخر الخزعة الجلدية لتأكيد التشخيص بالفعل ممكن أحيانا يصعب على بعض الأطباء حالات كثيرة أشوفها العيادة مثلا تقول دكتور أنا عندي صدفية في الراس لما أفحص عليها أشوفها أكزيمة دهنية مش صدفية لذلك مشكل قشرة موجودة في فروة الراس بالضرورة معنات أنها صدفية لكن تشخيصها سهل طبعا اليوم العلاج راح ناس راحت مدروين شرق وغرب ادفنت نفسها بالرمال وطين ومبارا ما علاج الصدفية؟ أول شيء البشرة سارة وأتمنى كل المشاهدين اللي يسمعوننا نقول لهم الحمد لله البشرة سارة لمرض الصدفية بعنا يمكن احنا ظهرنا معاكم في أكثر من مقابل الفترة الأخيرة كنا نبشر ونبشر وما زلنا نبشر الحين الحمد لله صار عدنا علاجات كثيرة متاحة سهلة كفاءة كبيرة جدا للنسبة تصل 100% من اختفاء أعراض الصدفية بشرط الاستمرار للعلاج في السابق كانت عدنا علاجات لكن مشكلة العلاجات أنا كطبيب لما اختار العلاج أبغي شيئين أبغي شيء آمن وفعال شو الفايدة فعال لكن فيها أعراض كثيرة يضر مثلا العلاج بالكبد يضر بالكلة وليضر بأعراض أخرى فالسابق عدنا أمراض بس كلها عدنا عفوا أدوية لكن كلها أدوية مفبطة للمناعة ممكن تضرب الكبد ممكن تضرب الكلة الحين عدنا أدوية يسمونها البشارة نبي البشارة البشارة الأدوية البيولوجية الأدوية البيولوجية عدنا حاليا عشر أنواع من الأدوية البيولوجية والخبر الحلو قبل قلنا نقول ما عدنا دوا دوايين ومجبورين بهذا الدواي الحين عدنا صار أدوية كثيرة يعني بسلاح واحد أقدر أضرب أكثر من عصور يعني بحجر واحد فبالتالي إني أختار العلاج حسب ظروف الحالة مثلا لو عندي مصاب بالصدفية مع صدفية المفاصل بعلاج بيولوجي واحد أقدر أعالج الاثنين أقدر أعالج الجلد وأقدر أعالج المفاصل إذا مصاب بالصدفية وعنده مشكلة في الأمعاء مثلا مرض الأمعاء ممكن كذلك بسلاح واحد أعالج الاثنين عشان أبسطها عليكم شو ميزة العلاج البيولوجي في السابق إحنا قلنا عندنا أدوية بس أدوية لو نشبهها مثلا لو عندنا منزل فيه عشر غرف والغرف كلها فيها أضاءة واحد منهم قرر قال أنا أبغي أنام أبغى طفي الأنوار قبل كان عندنا سويش واحد مجمور كنا إذا بغيت أطفي الأنوار بسويش واحد لازم البيت كله يعاني ليش البيت كله يعاني؟ نخلي بس اللي يبغي نام أطفي أنواره الحين ميزة العلاج البيولوجي السويش مو بالميل السويش اللي بيطفيه لكل أنوار المنزل فقط غرفة وحدة اللي بينام فيها الشخص أطفي النور لذلك الآخرين ما يتأثرون بالضرط هذا مع الدول البيولوجي لعضاء الأخرى ما تتأثر دكتور يعني معروف أنه علاج الصدفية يستخدم فيه الكورتزون بشكل مكثف الموضعي الكورتزون الموضعي وليس الكورتزون اللي عن طريق الفم ولا الكورتزون اللي عن طريق الوريد طيب الموضعي بما أنه الصدفية مرض مزمن وقد يستغرق طول العمر علاجه استخدام الكورتزون بهذه الفترات الطويلة ما يضر آمن وهذه احنا قلنا البشرة السارة قبل كنا محصورين بعلاجات الكورتزون نعم الصدفية الخفيفة اللي بناطق بسيطة في الجسم يكفيها الكريمات الموضعية واللي تحتوي على الكورتزون هذه هني أطمن فيها المصابين طالما المنطقة صغيرة والاستخدام بشكل عام لا يزيد عن أسبوعين وبشكل متقطع أبدا ما عندنا أي مشكلة الاشكالية لو واحد عنده خل نقول أكثر من 70% من الجسم هذا وين ولا وين بيحط يعني حتى دائما ناخذها كمسحة أكتب للمريض درزا درزانين من الكريمات ما يكفي هني هذين يحتاجون شيء من الداخل أكثر ما يكون من الخارج وهذه إشكالية المصاب الصدفية بعد فترة صراحة يمل يحط الكريمات الكريمات يعني تلصق في الملابس توصق الملابس فإذا كانت الإصابة بنسبة كبيرة لا يحتاجون شيء يسهل عليهم شيء أسرع وشيء أسهل وإنا مثل ما قلت يعني حينما على الأدوية الحديثة اللي ممكن تنعطى مرة كل شهرين اللي مرة كل ثلاثة شهور مرة في الشهر فسهل جدا طيب دكتور راح نروح إلى أسئلة عامة من المشاهدين تجاوب عليها باختصار هذا سمعت لا مرض الصدفية مرض غير بس نقرأ السؤال إذا ما على كامير هل يوجد علاقة بين أدوات التنظيف وأمراض الجلد وشكرة أول شيء إذا تكلم عن الصدفية ومالصدفية غير معدية نعم توجد أشياء كثيرة يعني على سبيل المثال لو عندي مشط فيه فيه فطريات ولو شخص آخر استخدم هذا المشط نعم ممكن الفطريات تنتقل لذلك هذه نصيحة خاصة طلبة المدارس لا تشاركون مثلا يعني الكاب ولا المشط مع الآخرين خاصة مع ذلك مثلا القمل حين موصل مدارس بداية موصل مدارس انتقال القمل شائع جدا بهذه الطرقات طب بالنسبة لأدوات التنظيف أدوات التنظيف يعني اعتمد أدوات التنظيف ممكن تعمل إكزيمة تلامسية خاصة عند ربات المنازل لكنها مش إنها معدية بمعنى الكريمة طيب إبر البلازما هل لها ضرار على الشيء؟ إبر البلازما هاي أبغي لكم حلقتين وراء بعض إبر البلازما بشكل عام نعم آمنة ما فيها ضرار لكن السؤال المهم هل هي مفيدة ولا لا للأسف صار مبالغة في استخدام البلازما اللي يقول للمسامات واللي يقول للهالات واللشعر نعم جيدة بشكل عام لكن بشرط اختيار الشخص المناسب ما يصير حد يعاني مثلا من حب شباب يقول لا والله أنا بعالج حب الشباب بإبر البلازما ما يصير حد عنده تصاقط شعر وراثي يقول لا والله أنا بروح أعالج تصاقط الشعر بإبر البلازما علاج السبب من بعد ذلك اختيار إبر البلازما طيب إحنا هذا واحد من منتجة البرنامج راغدة تقول راح نناقشها في حلقة خاصة طيب حقا البوتوكس للمدى طويل هل يعمل على ارتخاء في الجلد؟ لا الكلام غير صحيح البوتوكس تشتغل طبعا للتجاعيد الحركية ممتازة للتجاعيد اللي في الجبهة اللي حوالين العين وطبعا مفعولها موقعت ستة شهور بعد ذلك إذا السؤال هل التجاعيد بعد ستة شهور بترجع أسوأ ما كانت؟ لا لكن نصيحتي لكل اللي بيحقنون البوتوكس ترى البوتوكس مش بالعبر البعض عند اعتقاد أنا كل ما حقنت قبل كل ما كان أفضل للأسف هذه معلومة مضللة بالأخص عند اللي يحاولون يعني يشجعون بشكل كبير للبوتوكس نعم البوتوكس مفيد لكن باب إذا فتح ما ينصي بعض الأطباء ينشر هذه المقولة دائما نقوله إذا بدأتوا بدريه ممكن هي فيها زيادة ربح شوية فسؤالا الآخر ما هي علاج جفاف الجلد؟ هل هناك وسيلة للتعافي؟ دائما نقول الجفاف أفضل طريقة hydrate in and out رطب من الداخل ومن الخارج شربوا زيدوا شرب السوائل والترطيب الخارجي بالأخص الحين لما الجو بيشتد البرود على الأماكن الطقس اللي يكون فيها بارد جدا الترطيب ما يغني كثيرين يقولون دكتور أنا أشرب والله خمس لترات في اليوم لكن ما زال الجلد جاف لذلك هذين يحتاجون يزيدون الترطيب بالأخص مصابية مثلا الغدة الدرقية كبار السن مصابي الأكزيمة رطبوا 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 داخلوا بره طيب صباح الخير عليكم عندي أكزيمة صيفية وشتوية ما هو العلاج؟ هذه موسيقى هذا شعر صيفية وشتوية غنيت فيروز هذه صارت الأكزيمة طبعا إحنا قلنا تشتد في الشتاء أكثر مع الطقس لما يكون بارد الترطيب بشكل مستمر الترطيب طبعا مش علاج لكن وقاية وأكيد الترطيب بحد ذاته ما يكون علاج علاج الأكزيمة بالكريمات الكورتزون الموضعية يشتكي من أنه حتى الكريم اللي قاعد يحط كثير يعني زيته أيوة لذلك هذا دور الطبيب يفصل العلاج باللي يناسب المريض مثلا واحد أنت قلت والله زيته تقول دكتور الذكور والشباب ما يحبون شي زيت فعندنا الكريمات أو عندنا اللوشن اللوشن الخاصة لأماكن اللي يكون فيها شعر سهل الاستخدام ما يزيت الكريم نفس الشيء أما الأوينت من المرهم بعض يسأل شو الفرق بين المرهم والكريم المرهم البيز ما لا الأوين يعني كأنك تستخدم فازلي ممتاز طبعا للترطيب لكن مزعج من ناحية التكسجر طيب سؤال آخر ظاهرة استعمال الكريمات المبيضة للبشرة والحقن وتأثيرها على الصحة العامة وما تسببه من أمراض خطي للأسف عندنا هوس عند البعض في التبيض يا جماعة الخير حبوا لونكم حبوا أجسامكم أكيدا اللي عنده مشكلة اللي عنده مشكلة التصبق هذا بنعالج للتصبق لكن للأسف وسبحيل يقول للنساء عندنا ما أدري إيش هوس في التبيض وهوس في التان والتسمير آه بستف إحنا نحب سمارة أمارة يا دكتورو ألواننا جميلة وحلوة والناس بيتشمسوا برنا عشان يصول الألوان ربعنا حلوين شو الحام من الحان شو الحامين يلا دكتورة نور الحمادي استشاري أمراض جلدية يا تكلاعب يا مرحبا شكرا جزيلا ياهلا سلام